كذلك يفعل الأطفال عندما يمسكون أي لعبة من اللعب بين أيديهم فإنهم أكيد سوف يفككونها ليعيدوا تركيبها كما يريد وهو إذن هذه اللعبة التي تجمع بينهما هي التي شدتني وجعلتني فعلا إلى الآن أتحدث عن لعبة الكتابة بالنسبة لي الكتابة لعبة ولكنها لعبة أيضا خطيرة نسمو إلى هذه اللعبة نذهب إلى سماء هذه اللعبة وقد تنقلت بين نجوم كثيرة وتكلمت كثيرا بأنك سليل كل هؤلاء الذين ذكرتهم في البدايات من القراءات عائلتك في القراءة بين المتصوف والجاهلين وقد وقفت كثيرا عن طرف ابن العبد وقد عشقته كثيرا ثم ذهبت إلى المتنبي إلى الشعراء المعاصين حيث تحاضر اليوم الدكتور محمد الغزي أكاديميا في الجامعة من الذي شدك في البداية الشاعر الذي أيقض فيك لنقل شرارة حب الشعر صحيح أن لي آباء كثيرين وهؤلاء الآباء منهم من عاش في العصر الجاهلي ومنهم من عاش في صدر الإسلام ومنهم أيضا هناك من الشعراء ومن الآباء الذين يعيشون بيننا اليوم وإني في كل القصائد أسجي لهم التحية والتحية وأعتبر أن كل كتابة هي ضرب من الحوار الذي نعقده مع هؤلاء الآباء أنا دائما أعتقد جزما أن من يكتب إنما يدخل في حوار مع هؤلاء لأن كل قصيدة هي عبارة عن ذاكرة وتلك الذاكرة إنما تملأها تلك الرصوص التي نحن حفظناها لا نستطيع أن نكتب من خلال ذاكرة بيضاء لمن حفظت في بداياتك والله أنا البداية البداية إذا أردنا كان جبران خليل جبران هذا الرجل فعلا كان قد أوقد فيي هذه الجدوة جدوة الكتابة وكنت قد حفظت الكثير من فقاراتها وحاولت أن أقلدها كان يضحك ذحكة تضارع عواصف الشيطان مثلا هذه تذكرها من بعيد وحاولت قدر الإمكان أن أقلد هذا الرجل في هذه بين ضفرين البلاغة التي كانت مدهشة على الأقل عندما كنت في تلك السن ثم بعد ذلك هناك شعراء كثيرين قد استرفقت منهم تجربتي تجربتي هي خلصة العديد من التجارب الأخرى أنا أعترف بذلك حتى في قصيدة أنني سليل كل الشعراء شعري هو سليل كل الشعر العربي ولا أستطيع أن أعتبر أن الإبداع يمكن أن يكون هكذا من المطلق أو من عدم لا الإبداع دائما هو حصيلة هذه التجارب القرائية التي نحن اكتسبناها على امتداد طفولتنا دائما أقول لطلبتي أعطيني ما كتبت أقول لك ما هي مكتبتك فالقصيدة ماذا قرأت أو ماذا كتبت أيضا ماذا تختزن ذاكرتك فتلك الكتابة دائما وراءها مكتبة وهذه المكتبة بالنسبة إلي هي مكتبة كبيرة تبدأ من الشعر الجاهلي نصل إلى أدونيس وإلى الشعراء المعاصرين جميل إذن من الشعر الجاهلي إلى القصيدة الحرة ثم قصيدة النصر محمد الغزي كيف بدأ أكيد بدأ بالقصيدة العمودية لنلتقي بعد قليل مع الشعر محمد الغزي لحظة صورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنرجع إلى البنية الإقاعية الأم القصيدة العمودية بدأت بها هل تذكر لنا تلك الأبيات أو بعض أبيات كتبتها في البدايات؟ أريد أن ألاحظ صحيح أني بدأت بها لكن من حين إلى آخر أحس بالحنين إليها أشتاق إليها ما يشدني في هذه القصيدة سنتحدثه إذا أردت عن ذلك أن هذه البنية الإقاعية التي تجعل الشعر فعلا يخضع لهذه الموسيقى الجميلة التي لا ينبغي أن نتصور أن هذا الإقاع هو عبارة عن شرط من شروطها أنا أقول دائما الإقاع هو عبارة عن بنية تخيلية مثلها في ذلك مثل الصورة ومثل الرمز هذا الإقاع كان عند العرب وقد ذكر ذلك الكثير من النقاط القدامى أن الإقاع ليس حلية للقصيدة لا إنما هو عبارة عن معنى لم تستطع اللغة التعبير عنها فلذلك تركت المجال للإقاع ولموسيقى أن تقول ذلك المعنى أذكر على سبيل المثال سيخلعون عليه إذا جاء بابها سيخلعون عليه إذا جاء بابها فإثم عظيم أن يدوس ترابها هي الأرض سجاد ونحن نزولها نوقر أن تغشى النعال رحابها فيا أيها السقاء هات مياهها وأفرغ بظلماء القلوب قرابها ولا تسألني إنني من سلالة بها العين والحدس المكين تشابها فمني قلوب العاشقين تحذرت ومني أنا العشق الذي قد أذابها إذا اضطربت منكم قلوب فقل أنا أعرت قلوب العاشقين اضطرابها جميل دكتور من هذه القصيدة إلى اليوم وأنا قدمتك في المقدمة وكثير من النقاد صنفوك شاعرا صوفيا ماذا يعني أن يقال لك محمد الغزي شاعر صوفي دائما أستدرك أو على الأقل أوضح ماذا تعني عبارة التصوف أو الصوفية في القصيدة التي كتبت أقول إذا كان التصوف القديم هو رحلة من الأرض إلى السماء فإن التصوف الحديث عبارة عن رحلة مقلوبة من السماء إلى الأرض هل هذا يعني أن هناك في صوفية معاصرة طبعا طبعا على الأقل سأبين ذلك صوفية على مستوى المعجم اللغوي كيف؟ هي مكابدة لغوية مواصفة القصيدة الصوفية الحديثة هي عبارة عن توظيف للمعجم الصوفي توظيف لتلك الرموز الفردوسية ما أسميه أنا بالرموز الفردوسية لكن في سياق آخر مختلف الشاعر الحديث مشهول بالأرض مهموم بهذه الحياة فليست له تلك الهموم إذا أردنا المورائية التي كانت للمتصوف القديم لا الشاعر الحديث صوفيته إذا أردنا هي عبارة عن مكابدة لغوية يوظف اللغة الصوفية ولكن في سياق تجربة حديثة لا علاقة لها بالتجربة الأولى إذن عندما نقرأ الفيديو